بات واقع التعليم في العراق يشغل العديد من دراسات المنظمات والجهات الدولية خلال السنوات القليلة الماضية لما تعرض له من نكبات وتراجع كبير على جميع المستويات في العقدين الأخيرين منظمة اليونسيف أشارت إلى أن نحو 90% من الأطفال في العراق لا تتاح لهم الفرصة للحصول على تعليم مبكر فيما أكد البنك الدولي أن نحو 90% من الطلاب في المراحل الابتدائية لا يفهمون ما يقرؤون منظمة اليونسيف أكدت أيضا أن 50% من المدارس تفتقر إلى خدمات المياه والمرافق الصحية ما يحرم وصول المياه الصالحة للشرب لأكثر من 7 ملايين طالب نسبة الأمية في العراق وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث حيث بلغ عدد غير القادرين على القراءة والكتابة في العراق نحو 12 مليون خلافا لما كانت عليه البلاد قبل 2003 حيث ذكرت اليونسكو أن العراق كان يمتلك نظاما تعليميا من أفضل أنظمة التعليم في العالم تدمير القطاع التعليمي مستمر بسبب إخضائه لنظام المحاصصة وتولية مهامه لشخصيات لا علاقة لها بالتعليم بل على العكس تماما لها علاقة بإرهاب الميليشيات وجرائمها فها هي وزارة التعليم العالي في حكومة السوداني أسندت لنعيم العبودي القيادي في ميليشيا العصائب والذي يملك شهادة جامعية غير معترف بها ومشكوكا في أمرها الجامعات الخاصة تحولت إلى مكاتب تجارية تنتشر فيها السمسرة والرشاوة وتخرج طلابا غير مؤهلين لمزاولة أعمالهم المهنية بعد تخرجهم وخصوصا حين يكونون في مجال الطب يكون خطرهم أكبر ويتحولون إلى قاتلين بدل أن يكونوا معالجين إخضاع التعليم للحسابات السياسية لا يمثل خطرا على سمعة التعليم فحسب بل يساهم في تدمير حاضر الشباب العراقي ومستقبله